لا يوجد نازح في العالم لا يتمنى العودة إلى بيته والخلاصة من حياة الخيام وذل التغريب لكن عندما تنعدم الحياة في بلد النازح فإن العودة تصبح كابوسا وخصوصا إذا لم يأمن النازح على نفسه وعائلته من الخطف والاعتقال كما هو واقع في حالة النزوح في العراق أكثر من ست سنوات وما زال ملف النزوح معقدا أو يراد له أن يبقى كذلك ليظل ملف متاجرة سياسية يعرض مع قدوم كل حكومة جديدة ثم يطوا دون حلول منظمة ريتش المعنية بحركة النازحين أكدت أن 98% من النازحين لا يريدون العودة إلى مناطقهم في الوقت الحالي والأسباب كما هو معهود دمار مناطقهم وانعدام خرص العمل وغياب الأمن بسبب انتشار الميليشيات أكثر من مليون ومئة وسبعين ألف نازح في محافظات إربيل ودهوك ونينوى يواجهون مستقبلا قلقا بسبب غياب خطط العودة الآمنة والقرارات العشوائية التي تتعلق بإغلاق المخيمات وسعي الحكومي لطي ملف النزوح بشكل سريع دون التفكير في عواقبه الكارثية على النازحين مرصد أفاد الحقوقي كذلك أكد أن معاناة عشرات الآلاف من المهجرين قسرا من سكان منطقة تيجر في الصخر والعويسات ما زالت مستمرة منذ ثمان سنوات وتحت أنظار الحكومات المتعاقبة وبين المرصد أن مشهد معاناة المهجرين يتكرر في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالا والتأميم في ظروف نزوح وعوز وجوع مفتقرين لأدنى الاحتياجات الأساسية إهمال ملف النازحين يعد بمثابة تجريدهم من هويتهم وبالتالي السطو على منتلكاتهم وتغيير الخريطة الديمغرافية لمناطقهم الأصلية بينما هم يتحولون إلى غرباء في أوطانهم ضمن أكبر عملية تهجير قسري يشهدها العراق الحديث